إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ والذي يتهدى إليكم عبر قناة زاد العلمية ضيفنا في هذه النافذة سعادة الدكتور مسعود بن محمد القحطاني عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك عبد العزيز وحديثهم ماتعهم بإذن الله حول أثر التطوع في صقل شخصية الشاب مرحباً دكتور مسعود أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم وأشكركم على هذه الاستضافة على هذا البرنامج برنامج نوافذ جزاكم الله خير دكتور مسعود حديثنا كما لا يخف على شريف علمك هو حول أثر التطوع في صقل شخصية الشاب دكتور مسعود وأنتم من أقرب الناس إلى الشباب سواء في العمل التطوعي أو في العمل الأكاديمي أو في المعايشة الحياتية دعنا نبدأ حول المفهوم الشرعي للعمل التطوعي هل العمل التطوعي مصطلح دخيل غربي أم له أصول في شرعنا الحنيف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم المسلمين كثيرة وبعد حقيقة موضوع التطوع من مواضيع الشيقة التي يعني أصبح الشباب الآن يحتاجون الحديث فيها والتفصيل فيها خاصة ونحن في زمن تتكاثر فيه يعني الرؤى والتوجهات المختلفة وهناك إقبال كبير جدا من الشباب والشابات على مشاريع التطوع وهذا الإقبال يحتاج إلى نوع من التوجيه ولعل طرح مثل هذه النقاط قد تساهم في التوجيه بإذن الله عز وجل والحقيقة أنا أقول أنه يعني مفهوم التطوع الذي يعني اصطلع عليه الناس أن الإنسان يبذل أي جهد بدون مقابل لخدمة المجتمع هذا يمكن المصطلح أو هذا التعريف الذي يمكن درج عليها الناس وهو حقيقة معنى من المعاني الشرعية التي وردت في الكتاب ووردت في السنة بل حتى عليها سير الأنبياء عليه الصلاة والسلام الذين كانوا هم آباء المتطوعين الحقيقة ولذلك تجد أن المفهوم التطوع جزء من حياة المسلم الأساسية عندما يقول الله تبارك وتعالى في كتابي عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون لاحظ أنه جعل الركوع والسجود وعبادة الله وجعل منها افعلوا الخير فعل الخير هو مفهوم يعني يدخل فيه كل أعمال التطوع فجعلها جزء من العبادة أو أعطفها على جزء من العبادة وهذا يعطيك معنى المفهوم القرآني لأن التطوع جزء من العبادة التي تعبد الإنسان بها ربه عز وجل عندما تأتي في وصف الأنبياء عليه الصلاة والسلام يقول الله سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا أو وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين لاحظ أنه بدأ بفعل الخيرات قبل إقام الصلاة وقبل إتاء الزكاة في وصفه لأعمال الأنبياء عليه السلام إذن التطوع هو جزء من الرسالات السماوية التي جاء بها الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو جزء أكد عليه القرآن في أكثر من موقف ولذلك لما يصف الله تبارك وتعالى المؤمنين قال والعصري هو إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصلاة ب milestones ٦bat في عمل الصالحات إن لا يتصور الإنسان أن المفهوم هو إقام الصلاة فقط عمل الصالحات عمل الصالحات هو مساعدة الآخرين التطوع بدل الإنسان من جهده لفعل خير للناس وينعكس هذا مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعم المشير مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد يستكامل عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فهذا صورة من صور الإيمان اللي يأكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأبعد من ذلك أن من معالم الإيمان الصادق صدق الإنسان في إيمانه مجموعة مؤشرات من هذه المؤشرات رغبة الإنسان ومساهمته في فعل الخير للنص يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح كمرة أبو هريرة الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأداء عن الطريق هذه صورة من صور التطوع الواضحة تماما إذن هي جزء أساسي من شعب الإيمان التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بل أحيانا قد لا تكون الأعمال التطوعية من باب التطوع من باب السنة من باب النافلة إذا رغب الإنسان يعمل التطوع إذا لم يرغب أحيانا قد تصل إلى حد الإلزام بها لأنه جزء من دور الإنسان في الحياة ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح قال كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم أن تطلع فيه الشمس يعني كل يوم يجب عليك أن تتصدق عن كل سلامة وهو مفصل من مفاصل للإنسان صدقة إيش هي الصدقات هذه؟ شوف المعاني التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ولك أن تبحر فيها كلها أعمال تطوعية ولما وردت العبادات الشخصية وردت واحدة وثنتين من بين عشر صفات قال عليه الصلاة والسلام تعدل بين الاثنين صدقة أعمال تطوعي جميل وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أعمال تطوعي أو ترفع له متاعه عليها أعمال تطوعي قال والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة يعني جعل المشي للصلاة جزء من هذه الأجزاء وجعلها في الوسط إذن أنت ملزم أيها الإنسان بأن يكون لك دور في المجتمع حتى تكفر أو تتصدق عن ما أجبه الله تعالى عليك ولهذا المفهوم الشرعي الكبير يجعل الإنسان فعلا ينتبه لنفسه يجعل الأعمال التطوعية جزء من حياة التي لا تتجزأ والله قد جعل عليه خير كثير كما قال سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس يعني أعمال الناس سبحان الله يعني يقول هذه الأعمال هي خير الأعمال وهي أفضل أعمال التي الإنسان يباشرها بمثل هذه المعاني يعني ينبغي الإنسان أن يتعبد الله وهذه هي النتيجة التي يريد أن نختم بها أن الإنسان وهو يقوم بالعمل التطوعي يشعر أنه يتقرب إلى الله تعالى بعبادة عظيمة وليست عبادة يعني من صغار العبادات لا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبيه هريرة الساعي على الأرملة واليتيم مثل من؟ كالمجاهد كالمجاهد سبحان الله الجهاد تلك اللي هو ذروة سلام الإسلام اللي الآن للنسان قال كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفتر رواه مسلم لاحظ أن هذا المعنى إذن أنا عندما أباشر عمل التطوعي يجب أن أشعر أنني أتعبد الله تبارك وتعالى وأنها درجة من درجات تقرر إلى الله التي تفتح أبواب الجنان هذا المفهوم أنا أقول لو كان موجود عندنا أو عند الشباب عند البنات بناتنا عندما يبانسون الأعمال التطوعية كيف ستكون الممارسة؟ ستختلف الممارسة حينئين؟ ستكون أكثر حماسا وأكثر حرص؟ أكثر حماس أكثر إتقان أكثر تلطفا مع المستفيد لأنك أنت الآن لا تتعامل مع المستفيد أنت تتعامل مع ربك سبحانه وتعالى فيشعر الشخص أنه هو 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 نفسه المستفيد الأول فأنا أتقرب إلى الله لأنقذ نفسي أو لأرفع درجاتي عند الله عز وجل فتعاملي مع الناس ينصبغ بصبغة أنه والله هذا كل تعبد وممارس التعبد مع الله سبحانه وتعالى وهذا الحقيقة أنا أقول هو معنى نحن بحاجة إليه في ظل أنه الذين يتحدثون عن التطوع يعتبرون فقط مسؤولية اجتماعية أو جزء في مساهمة التنمية فقط يكف عند هذا الحد هذا الحد المساهمة في التنمية هو تعبد الكامل المسؤولية المجتمعية يتعبد يا أخي أضف عليها هذه الروح الإيمانية العالية التي ترفع من حماس ومن أداء ومن إتقان المتطوعين عندما يقومون بأعمالهم جميل دكتور مسؤولة سبحان الله المتأمل في سير الصالحين وسير المسلمين الأوائل يجد سبحان الله روح المجانية روح العطاء روح البذل حاضرة في كثير من مناحي حياتهم وهذا لعله تأصير لمبدأ التطوع كذلك في حياتهم رضي الله عنهم نستأذنك قبل أن نأخذ مداخلة لدي سؤال أتأمل دكتور مسعود في قضية التطوع تجد كثير من الأنظمة وكثير من الحكومات وكثير من حتى من الحضارات تحث على التطوع مثلا في ميادين مختلفة لنقول مثلا الميدان الطبي الميدان الإغاثي الميدان البيئي الميدان المعرفي والتعليمي وغيرها كثير مع وجود وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية قادرة على هذا البذل وهذا العطاء مع كثرة الموارد لا أقول شح الموارد مع غناء هذه الدول ولكن قضية القطاع الثالث القطاع النفعي النفع المجتمعي تجده حاضرا دائما في هذه المجتمعات لماذا هذا الشيء؟ الحقيقة أنا أعتبر أنه فعلا من الرقي الحضاري أو من التطور الحضاري أن يفهم تفهم المجتمعات وتفهم الجهات المنظمة لحياة المجتمع أنه فعلا التطوع والعمل في القطاع الثالث أو القطاع غير ربحي هو تنمية مستدامة تنبع من المجتمع نفسه وكلما كان المجتمع هو الذي يؤهل نفسه ويعمل على رفع مستواه عندما يساهم في تنمية المجتمع كلما كان ذلك أكثر أثر كلما كان ذلك أقرب للحاجة التي يشعر فيها المجتمع لأن المجتمع هو الذي يخدم نفسه أيضا أنت بحاجة إلى أن ترفع من مفهوم الرعاوية عند الدول إلى مفهوم أن والله الأفراهة يجب أن يقوموا بدورهم ويقول لهم حمل لهذا الثقة الموجود في حياتهم لأن هذا المعنى يولد فيهم نفس الإيجابية الإيجابية في نفسهم ويشعر لكل إنسان أنه مطلوب منه أن يقدم وإلا يكون هو عبء ويكون كل على الأنظمة أو يكون حتى على المجتمع ولذلك هذا مفهوم صحي ومفهوم سليم ويجب أن نتوسع فيه صحيح نحن عندنا ممارسات تطوعية كثيرة لكن حقيقة لم تأخذ حظها من التنظيم الذي يعني يبرز مدى إسهامها في التنمية بينما قد تكون الدول الغربية لأنها عاشت فترة طويلة على يعني خاصة دول الرأسمالية تتحمل الدول جزء كبير من تتحمل جزء كبير من المهام كانت تحتاج الأفراد أن يساهموا معهم ولذلك نظمت مجموعة من المسارات مجموعة من الأنظمة التي تشجع أفراد المجتمع على المساهمة الفاعلة ولذلك برزت تبرز في المجتمعات الغربية مدى أثر المشاركة المجتمعية والتطوع والقطاع الثالث في الجامعات في التنمية المدنية في البلدية على مستوى القطاع الصحي على مستوى الجامعات مساهمات عديدة لأن هذا المفهوم متشبع به المجتمع كنا جميل نسأذنكم صاحب الفضيلة في مداخلة معنا على الهاتف سعادة الدكتور ناصر آلق ميشان منسق مبادرة نشامة عسير في إمارة منطقة عسير ورئيس مجلس إدارة جمعية آباء لرعاية الأيتام مرحبا دكتور ناصر أهلا وسهلا أهلا وسهلا حياك الله دكتور ناصر حياكم الله دكتور ناصر وأنتم المنسق للمبادرة الشهيرة مبادرة نشامة عسير في إمارة منطقة عسير ورئيس مجلس إدارة جمعية آباء لرعاية الأيتام ماذا لديكم حول أثر التطوع في صقل شخصية الشاب وأنتم قريبين جدا من هذا الوسط الحيوي والمفعم أولنا أعد الله مساءكم بالخير ومسرات أنا أتحيي في غاية السعادة وأنا أستمع بكلام الدكتور مسعود الحطاني وهو أحد أعلام الحقيقة العمل التطوعي من فترة طويلة من عقود وهو ينهر بمهام تطوعية وأعمال جليلة الحقيقة ولها أثرها الكبير في أستبدنا من أحنا وإحنا في بداية العمل التطوعي وكان لأثر كبير عيننا سعيد أن يكون متدافع معه في هذه الحلقة أما بالنسبة لما تفضلت فيها في العزيز في كمية الأثر التطوعي أول شيء يجب أن أثبت إلى مقهوم أنه مكثوب أنه دون مقابل التطوع أنه التطوع وبدل المعروف في دون مقابل ما في شيء يسمى دون مقابل أي عمل التطوعي في مقابل أعظم شيء في مقابل هذا العمل هو الأجر كما ذكر الدكتور كبركالي أنه الأجر العظيم يحفر عليه الإنسان وخلمة للمجتمع وخلمة للناس هذا أعتقد أنه مقابل يعني عظيم جدا ما في شيء يسمى أن تفعل دون مقابل يبقى قضية إيش بفهوم المقابل هذه مدار الحديث لكن كل عمل تطوعي لا شكل في أثر في مقابل في عائد يعود على المتطوع العوائد هذه تختلف الحقيقة منها عائد نفسي الشرور بخدمة الناس في الوقوف معهم بمسيط العون لهم بمنتعدتهم بيدخال الشرور عليهم هذا يشعل الإنسان بمسعة يشعله براحة نفسية يشعله بغضاء عن النفس يشعله بثقة ذاتية في كجراته في ما يمتلكه هذه الأمور لا شك أن تكون دافع كبير إلى محاربة القلق محاربة الإبتئاب محاربة العزلة فالعائد النفسي يعود على المتطوع وما رفضها للأعمال التطوعية يعني كبير جدا لا مثل هذا في أعمال التطوعية اللي قاعد يقوم بها حتى لدرجة أنه لأننا عندما نسح مجال للمتطوعين نحن أصحاب فضل ننسح هذا المجال يعني القضية ليس صاحب العمل أو صاحب الفرصة التطوعية هو المحتاج لنا الناس هم من يحتاج لأن تفتح لهم فرصة تطوعية ينخلطوا فيها ليكتسبوا كثير من الأمور التي تعد عليهم بالخير كما ذكرت الجانب النفسي مهم جدا جانب آخر في العمل التطوعي طبعا الموضف التقليدي أو الموضف خلال بشكل عام سواء كان في فطاع خاصة أو حتى في فطاع أهلي أو في فطاع فكومي هو يقابل نوعية معينة للعملاء وبالتالي مواهبة ومعارفة وقدراتها على معارفة الناس والتعامل معهم هي محدودة في نوعية من سيقابلهم بينما العمل التطوعي الحقيقة مفهومة كبير وواسع يبدأ من مقابل فالعمل التطوعي لا تقابل حتى البشر أنت تقابل الكائنات الحية كلها تقابل البيئة تقابل الأرض تقابل كل شيء وبالتالي عندما تقابل هذه الأطناف المختلفة من الأحياء ومن الجمادات أنت تمتع السواجة لها السبب التحديات السواجة الصعوبات هذه السعوبات والسحديات التي تواجهها وتعارفها تدخل بشكل كبير في سمية قدراتك على اتخاذ القرار على التطرف الصحيح والسليم أمام الظروف وتواجهها بشكل أكبر هذه سنمي فيك أيضا من قدرة والمعرفة بأشكال الناس بطريقة التعامل معهم وبالتالي أشبع عندك شمولية المواهب وبالقدرات في قيم لا تظهر قيم سامية ونبيلة لا تظهر إلا في وفض عمل جماعي ولا شك أن العمل التطوعي في غالبه وعمل جماعي قيمة الرحمة قيمة الصدق قيمة الإثار هذه القيم عالية والسامية لا يمكن أن تظهر ولا أن تبرد وإنسان منكفع نفسه أو منعزل في ذاته لابد أن تكون في وفض هذا العمل التطوعي وفر هذا الوفض في قصائع عالي في قضية مهمة جدا يمكن أكثر قضايا العائز نبعية في العمل التطوعي أكثر قضايا النبعية هو أن أفضل فيرة ذاتية تقدمها المتطور لجهة العمل أو جهة توضيح ترغب أن تتوضف هي الأثر اللي أحدثت في عملك هي العمل لأن تقوم بمن تلقاع نفسك تراءت لما تقدم فيرة ذاتية من عدة طفحات كلها دورات ومعارب الكل يقدر يتحدث عن نفسه بشكل جيد لكن من يصنع الأثر في المجتمع ويقول أنا تركت في العمل الفلاني وأنجبت في مهمة الفلانية وستطعت أن تركت في الأثر الفلاني وشاركت في الفريق الفلاني وأنجبت المشروع الفلاني هذه هي الشيرة ذاتية التي تكون طديقة بإذن الله تعالى تقول حتى على وضيفها هذه بشكل عام يمكن أبرز العوائل طبعا مهارات القيادة مهارات اتخاذ القرار مهارات التخصيص هذه كلها أشياء تعلمناها نحن نعمل في الجامعات الآن وتخصصاتنا مختلفة لكننا نمس لك القدرة على أن نخصص بكفاءة على أن نقول سرق عمل بكفاءة على مفاهيم إدارية التبويق بكفاءة ونحن لم نتعلمها يمكن نجدها نحن بتخصصاتها المختلفة أكثر مما يجدها الأستاذ أن نتخصص الإدارة وين تعلمناها؟ وين اختصبنا هذه المهارات؟ كتبناها في عملنا المجتمعي كتبناها في الميدان اليوم يأخذ دورة في التخصيص الاستراتيجي وبكرة أنفس مباشرة المجال مستوح في العمل التطوعي أن نفسه بالحرية في العمل التطوعي والفرص متاحة والحرية موجودة والمروزة العالية وبالتالي العمل التطوعي الحقيقة حتى في العمل الحكومي أصدف له عائل كبير رفع من المستوى العمل الحكومي ثلاثي بعض مغهيم التخصيص والجودة والمؤسسية والسمعة المؤسسية والمفاهيم التي بدأت الآن تستخدم في القطاع الحكومي ترى القطاع الأهلي والقطاع الخيري بدأت هذه أنفسها من سنوات يعني من عقود وهو بدأت هذه المفاهيم اللي الآن بدأت مع رؤية المملكة بدأت القطاع الحكومي بدأ ينظل ال Midwest بهذا السواث القطاع الخاص القطاع الخيري بدأت في هذه المفاهيم القديمة بالتالي نقول للعمل التطوعي الحكرة يشابق الزمن عمل راقي عمل عالي عمل تامي في نسامة عسية على سبيل المثال لما افتحنا المجال نضم إلى هذا العمل 6600 متطوع عملوا في الميدان يعني عملوا بشكل يوبي في الميدان وظهرت كفاءات عالية وظهرت طاقات مميزة أغرصنا الحقيقة أنه كل سنة نفتح مجال نفتح فرصة للناس لأنه يعني ما وددوا الحقيقة أنفسهم هم أم الأصلا ما وددوا طاقاتهم يوهبهم إلا في وفق هذا العمل وفي أشياء غريبة من روح العمل الجماعي القيمة وددنا فريق مثلا من فرق العمل التطوعي الأب الطالب في الجامعة والأب واحد من عضاء الفريق ويتمثل مفهوم يعني الطاعة والولاء للقيادة في شكل ممتاز ما يقول الله أنا هذا أبوي هذا ولدي وأنا ملالها أبدا وددنا قيم الحقيقة في التعامل في بيئات العمل التطوعي لا تجدها أبدا بشهولة العمل التقليل أو العمل الحكومي قيم ومعاني والسموب ورقي العمل التطوعي تعود بعائل كبير على المتطوع ونجزي نحن ثمرة وإلا لما كان المجتمع الحيوي ركم ثالث من أركان وإن سملك 20-30 يعول هذا الوطن الحقيقي على المجتمع لبناء تنمية المجتمع من المجتمع نفسه لأنها هي الأدوب وهي الأبقى وهي الأطوى الأثرى هذا يعني الماحة السريعة وأنا من يمكن التمر لأهل هجر يعني الدكتور مسعود هو ما علمه مدرسة بهذا الأمر لكن حبا للمشاركة مع أخوص البيئة للطلب ورغبة في أن نذكر بعض هذه المشاريع التي فعلا عادت علينا نحن بالنفع الكبير فأنا نشكر الله على أن نذكر هذه المشاريع ونذكر من من كان يعني سببا في إيجادها نعم الدكتور ناصر أدى ضيفنا الدكتور مسعود سؤال يحب أن يطرحه عليكم يبقى معنا لو سمحت أولا سعد الله مساكب ومحمد بكل خير وأشكر لك هذه المداخلة التي أضفت وأثرت هذا الحديث والحقيقة أنا أقول أنه مشروعكم مشروع نشام عسير من المشاريع النموذجية التي يحتذا بها وآثار واضحة حقيقة أنا شيء أعجبني عندكم أبو محمد الدكتور ناصر اللي هو أنه برنامج نشام عسير الحقيقة انخرط فيه عدد كبير جدا من المشاركين لأنه كان بعض الناس يفهم أنه التطوع للشباب والشابات فقط بينما أنه يعني أطياف المجتمع الأخرى سواء الأطفال سواء كبار السن سواء متقاعدين أنا ودي لو أبو محمد يعطينا بسطرالة إيش مدى تفاعل المجتمع وتجاوبها مع المبادرات التي طرحوها بمختلف يعني أعمار المجتمع حتى ينجح أي عمل تطوعي جهاز نظري لا بد أن يقوم على استراتيجية بمعنى أن نبذل الوقت الكبير في التخصيص للعمل في تصور الرؤية المستقبلية له يعني تقريبا قبل أن نعلم عن مشامع عسير مكثنا تقريبا شهر ونصف كانت كلها تخصيص ويثمر هذا العمل وبالتالي تنوعت المجالات الطبيب وزد مجاله والمهندس وزد مجاله وطالب الجامعة وزد مجاله المرأة العجوز وزد مجاله الفتاة في الجامعة وزد مجاله يعني ينخرط في العمل التطوعي أو يتسوع بالعمل التطوعي في آمن مجتمع بكافة تطانيب إذا وردت الفرصة المناسبة لكثئة أما أن يعني يعني يقصر عملك تطوعي على نوعية محددة فأنساً تحصل في النهاية إلا على هذه النوعية لكن عندما توسع مجالات العمل التطوعي وتؤمن تماما أن ما يقدم للطبيب تطوعا في أزمة كورونا تماما لكما يقدم طالب الجامعة اللي يعيد بناء منزلهم القديم أو اللي يعمل على تنهيد الطرق القديمة في قراءهم أو اللي يسهم في الحرف اليدوية وفي بيادة الأعمال يعني الكث أنه كلما تنوع الطرق العمل التطوعي ضمن استراتيجية يتم استخدامها بشكل جيد كلما استضعنا أن نستوعب تأثم أطياف المجتمع في كافة لأنه شوف العمل التطوعي ليس عملاً مخضويا واقع فهو ما هو عمل نقضة العمل التطوعي يفترض أن يستوعب كل أطياف المجتمع كل من يفعي الأجر كل من يفعي الأسوار المهاراته المتعلم والجاه بل بالعكب كانت بعض الفرص التطوعية لكبار السن اللي ما تعلموا غير متعلمين كان لهم دور كبير في أن يوجهوا الشباب في الطريقة الأسلم والطريقة المناسبة للعمل بالشكل الغلالي وبالتالي حتى طبيعة العمل التطوعي ليس بالضبع أن يكون عمل ميداني فمن يقدم الفكرة يتطوع من يقدم ماله يتطوع من يقدم الرأي والمشروع يتطوع من يمارس العمل بالميدان يتطوع يعني إذا وسعنا المجالات ثم داخل كل مجال وسعنا ما هو ممكن القيام بس فتقني سنستوعب من الأعداد الكبيرة في هذا العمل التطوعي وبمشاريع التطوعية الشيء فهذا ما حصل مع مشاريع النشام العديد يعني تخيل أقامنا مشروع خاص بالمزارعين التي أنتجوا فواكن مزارعهم ثم تضرروا مع الأزمة فكان في مشروع خيرات عسيري اللي كان هو صيف أبها الحقيقة هذا كان واحد من المشاريع مشروع الفرز البصري طلاب الطب والبراحل المتقدمة من كليات الطب اشتغلوا في مشروع الفرز البصري الرحالة مثلا مشروع خاص بالرحالة الناس لحقا للجحلات والصنعات والمزارعات تعاليات أنت في نهلك تطلعات ونجلس يمكن تقدم إثراء مجتمعي بوجه هذا شيء معين تستثمر التعريف بآثار بقيم بأخلاق بموافع تبقى حي وظفنا برضه الرحالين في هذا المشروع وأعظم مشروع في نشام العسير كان هو اللي مع رجان السنية مع السبعة السنية في منطقة العسير له نشام الحي اللي كان فيه في نعثر غرطة ما بين فرص تجارية فرص اقتصادية فرص تطوع راج موهوبين فرص تعلق بالجانب السوع الصحية حقا أنه كانت كنا في وسط الجائحة هذا وقتها فرص تعلق بالآثار والتاريخ والتعريفية فرص تعلق بإغراج الأخلاق والخير هذا التلوى الحقيقة هو الإصراف في مجالات أنا أعتقد أنه رئيسي للإصطاق أكبر عدد ممكن للمتطوعين بالإضافة كما ذكرت إلى نوعية العمل التطوعي ليس المتصول للعمل التطوعي فقط تشمر عن ساعدية كثير من الميدان أكبر فرجل الأعمال إذا دعمك مالك ويقفل أكبر فيما العمل التطوعي صراحة بالذكر والأكتاب الشخص يعطيك فكرة ويعطيك رأي ويعطيك مصورة هذا يقفل عمل التطوعي جليل وليس أيضا إلى العمل الميداني المعروف بصورة التقليلية جميل شكرا لكم سعادة الدكتور ناصر آلق ميشان الأستاذ في جامعة الملك خالد في أبهى ومؤسس ومنسق مبادرة نشامة عسير في إمارة منطقة عسير رئيس مجلس إدارة جمعية آباء لرعاية الأيتام شكرا لكم ولكل العاملين لديكم في فريق العمل أو العاملين معكم في فريق عملكم المسدد والموفق نستأذنكم دكتور مسعود في فاصل قصير ثم نواصل فاصل ثم نواصل كونوا معنا ألست على يقين بأنك حتما راحل عن الدنيا فملاق الربك ألا تعلم أن العمر محدود والأجل معدود فلماذا لا تترك أثرا صالحا يدر عليك الحسنات بعد رحيلك إذا أردت ذلك فاحرص على الأعمال التي يتعدى نفعها كالإحسان إلى الناس قال ابن القيم رحمه الله ما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه وانفع الناس بمالك وجاهك قدر الاستطاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ومن ستره الله يوم القيامة ومن النفع المتعد الذي يبقى لك أجره في الآخرة الإصلاح بين الناس قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وانشر العلم النافع تكون ربانية قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون قال ابن عباس هم الفقهاء المعلمون ودل على الخير يكن لك مثل أجر من عمل به قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله واحرص على الوقف الشرعي واجعله فيما هو أعم نفعا في المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوله ومن الأوقاف النافعة أن يوقف الأب سكنا للمطلقة من بناته كما فعل الزبير بن العوام رضي الله عنه ومن أعظم الصدقات الجارية والأثر الصالح الذي تتركه بعد موتك المساهمة في إنتاج جيل صالح من الشباب ينفع الأمة من خلال التربية والتعليم وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل ما زال الحديث متصلا مع سعادة الدكتور مسعود محمد القحطاني عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك عبد العزيز بجدة وحديث ماتع حول أثر التطوع في صقل شخصية الشاب مرحبا دكتور مرحبا دكتور دكتور كثير من الناس يعتقد أن أو يتصور أن العمل التطوعي أو النفع المجتمعي هو له ميادين يعني محدودة فعندما يتبادر إلى ذهني كثير من الناس وربما أنا معهم نتخيل ميدان أو ميدانين ونظن أن هذا هو العمل التطوعي هل من حديث حول ساعة الأفق في ميادين العمل التطوعي الحقيقة كما ذكر دكتور ناصر قبل قليل أن التوسيع دائرة العمل التطوعي حقيقة أولا تتيح للإنسان الفرصة أن يعمل بكل أحواله وطاقاته الأمر الثاني أن يتيح الفرصة لكل الأشخاص على مستوى مختلف تخصاتهم انتمعاتهم على مختلف مستوى أعمارهم والحقيقة التوسيع هذا المفهوم عند الناس ليشمل كل الأجزاء أو الأشياء التي يمكن الإنسان أن يتقنها يتيح الفرصة لإكتساب أعداد كبير من المتطوعين وأيضا المساهمة في كثير من الأعمال يعني خلينا أقول أنا كنت من الأمثلة التي تذكر في العمل التطوعي ذو القرنين ذكرنا تعالى قصته على أنه قام بعمل تطوعي في التنمية جميل اللي هي قضية بناء السدود بناء السدود هذا قضية من الحاجة التي يحتاجها الإنسان للحماية أو للحفظ الماء ذكر الله تعالى هذه القصة وصطرها وكان فيها معاني جميلة جدا من يقف مع الآيات القرآنية فيها يستنبط منها كيف يمكن للإنسان أن يساهم حتى في هذا العمل يعني عندما قال الله تبارك وتعالى حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهن قولا قالوا يا ذا القرنين إن أجوج أو ما أجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا نعطونا مبلغ على أن تجعل بيننا وبينهم سدة قال آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين جعله نارا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما يعني العمل الآن عمل تطوعي ما أعطاني الله تعالى من القوة هي التي سأساهم بها في خدمة هؤلاء الناس آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفيني قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني وفرق عليه كطرعا فما استطاعوا أن يظهروه ما استطاعوا له نقبة قال هذا رحمة من ربي إيش اللي رحمة من ربي إما أن يكون هذه المشاركة وهذه الفرصة التي جاءتني هي رحمة من الله تعالى أني أنا أقدم عمل خير للناس في بناء مثل هذا السد الذي ينفع فيه الناس هذا صورة من صور العمل التطوعي التي يجب للإنسان يعرف ما هي القوة التي عندها ما هي الموارد الموجودة عندها حتى يسخرها هو في عمل الخير جميل دكتور مسعود الشاب أو الشابة يقدم وقته يقدم جهده للعمل التطوعي الذي يوجه إليه من أمثالكم مثلا من قيادات العمل التطوعي لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن ولعلي أجده يعني يقفز على شفاهي كثير من المتطوعين ماذا سيقدم لي العمل التطوعي كمتطوع كشاب ماذا يمكن أن يقدم لي العمل التطوعي لا شك أن الإنسان الذي يعمل ينتظر شيئا من رأي عمله وقد يكون هذا الذي ينتظره ماديا وقد يكون غير مادي إذا كان مادي فهذا يسميه عمل بأجره فإن كان غير مادي فهذا الذي يمكن أن نسميه التطوع ولذلك في التعريف يمكن أن نوى عليه دكتور ناصر أنه لا يوجد إنسان يعمل إلا هو ينتظر شيئا لكن هناك من ينتظر الأجر من الله عز وجل هناك من ينتظر وطبعا من ينتظر الأجر تكلمنا قبل قليل عن إيش الفرص المتاحة للإنسان في أنه سيكسب من الحسنات إن الحسنات التي سيرفعها الله تعالى بها عظيمة جدا إذا الإنسان أراد أن يرفع من مكانته ونحن الآن أذكر نحن الآن مقبلين على شهر رمضان الكريم وسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنا من المعاني العظيمة قال في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأمان إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرورا تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ثم قال ولأن أمشي مع أخي في حاجة أخي المسلم في حاجة له أحب إلي من أن أعتكف شهرا في مسجدي ثم إلى نهاية الحديث لاحظ أن مجرد مشك ولاحظ المعنى قال أمشي مع أخي في قضاء حاجته ما قال النساء أقضيها له قد يقضيها وقد ما يقضيها لكن مجرد النية مجرد الاستعداد للإنسان أن يمشي مع أخي المسلم لقضاء حاجته ليكون له دور هذا أعظم من الاعتكاف ولذلك أولئك الذين يعملون في رمضان في أعمال الخير في التفطير الصائمين في متابعة أحوال المحتاجين لأن في رمضان تكون مظنة أن الناس تنتظر المساعدات من الناس هؤلاء وإن أشغلتهم هذه الأعمال عن بعض الأعمال التعبدية المباشرة في المسجد فإن شاء الله أن أجور سواء مع أنني أؤكد على قضية أنه لا يوجد مفاضلة بالأعمال لأن الاعتكاف أفضل أو هذا أفضل طبعا لكل شخص ما يتعلق به والمعتكف الذي يعتكف جزءا ويتطوع جزءا هذا أفضل حتى لا يترك الإنسان اعتكاف تماما ويقول الله هؤلاء المعتكفين في المساجد هذا لا أشغلوا أنفسهم بالعبادة الشخصية وتركوا الأعمال التطوعية لا يعني لكل إنسان مجالها لكن بقاء الإنسان بهذا الشعور هذا عائد نفسي عظيم على الشاب عندما يشعر أنه يتقدم يبذل هذا الجهد وهذا الوقت والعائد أجر عظيم عند الله هناك عوايد أخرى نفسية يعني أحيانا يقول بعض الأطباء النفسيين من العلاج النفسي سبحان الله هو أن تخرج الإنسان من عزلته اللي موجودة فيها أو حالة الاكتئاب اللي هو فيها أجعلها يمارس أعمال التطوعي الله أكبر ولذلك نحن في الجامعة جامعة منك رب العزيز في لجنة تهذيب السلوك في بعض الجامعات تسميها لجنة التأديب نحن نسميها حقيقة لجنة تهذيب السلوك جميل لفتة جميلة نعم لأنه متوقعين من الطالب أنه يقع في الخطأ يقع في المخالفة والشاب إذا ما يعجب ربك للشاب ليس له صبوه لكن مثل هذا الخطأ يحتاج إلى معالجة وجدنا من أنفع العلاج أنه يكلف بـ 20 ساعة عمل تطوعي جميل مع لجان التطوع في الجامعة الحقيقة أنا أذكر في إحدى الأمسيات تم تكريم أحد الطلاب في حفل ختامي فكنت أقول لي معالي رئيس الجامعة هذا عند مصاعد الطالب الذي أخذ المركز الأول في خدمة المجتمع هذا يوم الأيام كان دخل لجنة التأديب يا الله لجنة التأديب السلوك ودخل فيها وكلف بالعمل 20 ساعة كانت هذه السبب في أن حسنت نفسيتها رفعت مستوى عملها أصبح إنسان نموذج وكرم في نهاية العمل إذن هذا عائد عظيم جدا على الإنسان وشعور الإنسان بالممارسة وإله دور أحيانا يخرج الإنسان من كثير المشاكل النفسية والأمراض النفسية الحقيقة هناك فوائد كثيرة لكن ربما الوقت ممكن ما يسمح نصردها كلنا شميل رائع جدا وحقيقة دكتور أنا أعجب حقيقة عندما أجد أولئك الشباب على ذكر رمضان نسأل الله عز وجل يبلغنا وإياكم المشاهدين الكرام عندما أراهم مثلا حول الإشارات مثلا يوزعون الإفطار ولا آخرون مثلا يرتبون الداخلين للحرام وآخرون وآخرون أعجب إلى هذا الحماس وأعلم أن الدافع فعلا دافع خير ورغبة حقيقية في المشاركة المجتمعية والنفع العام سأدنكم دكتور في مداخلة هاتفية معنا مداخلة هاتفية من صاحب الفضيلة الأستاذ سعد آل عارم وتوعية الجاليات في سرات عبيدة رشاد مرحبا أستاذ سعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أستاذ سعد ماذا لديكم حول أثر التطوع في صقل شخصية الشاب وأنتم قريبون جدا من هذا الميدان المبارك أولا أستاذ الله ومساكم بكل خير وعافية أستاذ عبد العزيز شكر الله لك على هذا الجهد وعلى هذا الداع والشكر للشيخ دكتور مسعود قاما من مقامات العمل التطوعين سأل الله عز وجل يبارك في عمره ويسدده ويعينه ويكتب الأجر لمن كل من سام وعمل جهد المجل في هذا المطمئ وأسأل الله عز وجل أنكم توفيق أستاذ ولا شك أيها الأخوة أشكر أزاكم حقيقة هذا القناة المباركة على يعني طارق مثل هذه الموضوعات الإيمانية والمعرفية والتواوية التي تساهم حقيقة في مسألة رفع الوعي ومثل هذا الموضوع المهند من هذه المرحلة حقيقة يحتاج إلى توسيع رقعة العمل التطوعي وأيضا العمل على رفع الوعي لدى الشباقين بهذا العمر وبيان أهمية العمل التطوعي واثره سواء الإيجابي على مستوى الصعيد الشخصي وحتى على مستوى المجتمعين ولا شك أن أعلاما العمل التطوعي مثل ما ذكرت للعنوان أنه يعمل على صقل الشخصية ولا تأثير كبير حقيقة على حياة الشباق وهو حقيقة من أفضل وسائل في مسألة إكتساب المعرفة والخبرة والتربية والصقل الشخصية ولا شك والحقيقة لا شك أن هذا ما غاب عنا حكومتنا الرشيدة وكلنا نعلم أن الرؤية عشر ثلاثين تؤكد على مسألة تمكين المسؤولية الاجتماعية من خلال مستوى تحمل الفرد للمسؤولية وكذلك رفع نسبة المتطوعين من 11 ألف إلى مليون متطوع لا شك هذا ما أتى من فراغ الله من إدراك همية العمل التطوعي في مثل تنمية مهارات الشخصية الفرد في مجال العمل أو حياته سواء من حيث التواصل أو اللقاء وحتى التخطيط مثل حتى مواجهة التحديات كيتساعد في حل المشكلات واتخاذ القرارات وأنا أذكر حقيقة حتى بمثلة زيادة الثقة للإنسان بنفسه أذكر أحد الشباب بأحد الأعمال التطوعية يعني كان والد يشكو أن هذا الإبن رغم ما عنده من إمكانيات لكن يشعر بحاله لإنطواه الخجنة ومن توفيق الله عز وجل دخل في مسألة البرامج التطوعية في الجمعيات حقيقة أبهر الجميع من مسألة قدراتها وإمكانياتها بل فقط أقرانا فلا أصبح من المسؤولين من ضمن هذه الجمعيات فهذا دليل يعني واقع مشاهد أذكر كذلك أيضا حتى المسألة أن العمل التطوعي يساهم في تعديل السلوكيات وبناء المفاهيم وبناء الوعد يعني أذكر أحد الطلاب في أحد المدارس أن كانت حقيقة مواقف كثيرة لكن هذا من باب الاستشهاد أن هذا الطالب كان كثير للفوضى ومشاجرات والإشكاليات ليحدثها في أثناء الفسح فكان يعني من التوفيق الله عز وجل فكانت تكليف الطالب بالعمل أثناء الفسح في مسألة يعني رأس مجموعة في لنبقاء الطعام وكل في هذا المستريف سبحان الله كيف أصبح مثال في الضبط والمشاركة بل أصبح يعني من الطلاب المتميزين في هذا الباب وبدأ أنها انعكثت يعني استطاعنا يعني إشفاد من طاقته يعني نستفيد منها في مجال إيجابي كان نافع على نفسه حتى على مستوى المدارس والمواقف حقيقة كثيرة في هذا أنا أذكر في مثل ما ذكر الدكتور أيضا كذلك في مسألة أنها تساهم العمل التطوعي في تحسين الصحة النفسية وأقول جسدية وكثير من الأمراض يعني ربما يكون سبب خاصة لجوانب النفسية وأذكر أن أحدهم يعني ساهم معنا في أحد البرامج التطوعية فسبحان الله كان يعبر عن راحة النفسية ويشعر به بكم يعني كيف كان يشعر بالهم والضيق اللي كان يحاصره ثم سبحان الله يقول أجد يعني حالة من السعادة والمتعة ثناء مسامة معكم في هذا الأعمال التطوعية وهذا حقيقة ما هو غريب فقد تذكر مقولة ابن حجم بعد أن قرر أن أكثر ما يضايق الناس هو البحث عن الطرد الهم فذكر أن أهم وسيلة العلاجة الهم والضيق العمل للدين ونفع الآخرين في كتاب الأخلاق والسير ومدوات النفس فهذا حقيقة يدلل على هذه القضية مسألة همية التطوع كمجال يعني يساهم في تحسين في تنمية حس المسؤولية لدى الشباب وأيضا روح المبادرة والابتكار فأيضا على وعلى أن في من الفضل والأجر والجزاء الشيء الكثير فإن كثير من من مارس العمل التطوعي يشهدون بهذا الفضل وأن عوضهم في كثير من جوانب سواء جوانب النقص في جانب الروحي أو حتى النفسي أو المهاري اللي كانوا حقيقة يحتاجون إليها فوجدوا بغيتهم أثناء الممارسة لذلك ما يشعر بقيمة العمل التطوعي ولا يستمتع بهذا المجال إلا من مارسه وعمل بهذا المضمار فحقيقة أن الحديث في هذا الباب ذا شجدوا شجون الحقيقة هو كثير من من فتح له في هذا الباب يعني يشكر ويشعر بالراحة النفسية من خلال ممارسة هذه الأعمال التطوعية اللي أصبحت الغالب من عرفهم من عملوا في هذا المضمار لا يكادون يفاعلون هذا المجال أبدا ولا يتصور أنه يعني يكون يوم الأيام يعيش حياته بدون أن يكون له مساهمة تطوعية مجتمعية يعني أصبحت شيء من حياة الإنسان ناس الله عز وجل يبفقنا وإياكم للعمل الصالح ويرزقنا الصدق والإخلاص والأجر المثوبة شكر الله لكم وانا سبع لطال شكر الله لكم فضيلة الشيخ سعد آل عارم رئيس جمعية الدعوة والرشاد وتوعية الجاليات بصرات عبيدة رشاد على هذه المداخلة الرائعة والماتعة سعادة الدكتور مسعود الوقت ربما أزف ولكننا والمشاهدين نستثمروا وجودكم الكريم لمحور أخير وهو ما المقترحات التي تقترحونها لتطوير العمل التطوعية الحقيقة يعني العمل التطوعي يمكن أن مع ما تبقى من الوقت يمكن أن نختصر في بعض الماحات الأولى خلينا أقترع على الأسرة نفسها يعني الأسرة هي في الحقيقة بحاجة إلى أن تدفع أبنائها إلى الممارسة فعل الخير والعمل التطوعي وأنا أعجب أنه يعني كثير من بعض الآباعد ما تحدث لش ما تخلي أولادك شاركوه قال أخي والله ما أعرف فين وديهم فين توديهم هذه سؤال يجب أن تبحث أن تعلم مثل عندما تحتاج لهم نوع من الطعام مثل ما تحتاج أنك تدور لهم طبيب نوع من الملابس الطبيب تبحث في المستشفيات تبحث عن الأعمال هي موجودة وبكثرة يحتاج أولا قناعة من الأسرة داخل الأسرة الأب والأم مجمع الأسرة أن يكون عندهم قناعة على أنه يجب من دورنا أن نفتح لأبنائنا الممارسة وستكون الأسرة هي أول مستفيد عندما ينخرط أولادها في العمل التطوعي فهذا أنا أقول دور يجب أن هذه مقترح للأسرة أن يبادل الأب بالبحث عن الفرصة التطوعية وإن لم يجد فليصنع هو فرصة التطوعية من البيت يعني ليست بالضرورة أن تكون فرصة التطوعية في جمعية معينة الإنسان مع جيرانه مع الأقارب دور الأب أن يخلي أولاده محفزين ويكون لهم دور مع أقاربهم هذا يعني باب طويل ربما لا أسمع الحديث في الوقت للحديث فيها أيضا هناك مقترح للمؤسسات التعليمية أنا أشوف أنه من الضرورة الآن وخاصة نحن مع رؤية طموحة تدعم فعلا موضوع التطوع بل هو جعلته من المحاول الرئيسية وأتاحت فرصة للقطاع الثالث أن يبرز بقوة أن ينعكس هذا على مناهج التعليم وأن تكون هناك إما مقررات أو تضخم مثل هذه المفاهيم داخل المقررات حتى يتربى الجيل من خلال القطاع التعليمي أيضا اقتراح آخر القضية وسائل الإعلام وسائل الإعلام لها دور كبير جدا أولا في تصحيح المفاهيم ثانيا في تغطية الفعاليات التطوعية التي تخلي المجتمع يعرف الآن التغطية الإعلامية الحقيقة للقضايا الحياتية العادية التي الناس ربما يعيشون حتى بدونها أنواع المطاعم أنواع المشارب أنواع الفسح أنواع الناس يمكن يعيشون بدونها لكن التغطية الإعلامية عليها كثيفة جدا لماذا لا يجتزى جزء من هذا التغطية للأعمال الخيرية وأصبحت كثير من القطاعات الخيرية سواء الجمعيات أو غيرها تبحث عن الفرصة التي تعلم فيها يجب أن يكون هناك دور بالغ للإعلام في هذا الجانب حقيقة مقترحات كثيرة جدا لكني أرى أن الوقت أزف وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاحتساب وأن يوفقنا وإياكم لخدمة هذا المجتمع وإن شاء الله سيكون مجتمعنا وفق الرؤية متواكم مع الرؤية الطموحة إن شاء الله ونحقق المليون متطوع بإذن الله عز وجل جميل وأعتقد دكتور سعود أنه لا أحد يجد من نفسه أو لا أحد يجد أنه ليس له في الميدان مكان الميدان ما زال يحتاج الكثير الفرص ما زالت متاحة والإنسان الموفق والمسدد هو يرى إمكاناته ويرى قدراته ثم يضع ويسهم بسهم في هذه الدائرة الموفقة والميدان الرائع أذكر حقيقة موقف كما ذكرتم فضيلتكم حول الراحة النفسية التي يجدها من يعمل وعملت طبعيا يقول أحدهم أحد الأخوة يعمل في جمعية إغاثية يقول كان لدينا بعض المواد الغذائية أردنا أن نوزعها للمحتاجين لكن المختصين في توزيع الأغذية كانوا غائبين ذلك الوقت يقول فأخذنا أحد العمالة وقلنا تأتي معنا توزع هذه الحصة الغذائية على أجر يقول فذهبنا في شوارع المدينة أسر معروفة تم دراستها مسبقا يقول وكان الأخ هذا من من غير من العمالة التي ليست لها علاقة بالجمعية يقول فكان يذهب ويجي وينزل الأحمال الثقيلة وكذا يقول في آخر الليل أردنا أن نعطيه الأجر قال لا لا أريد لماذا؟ قال أنا وجدت راحة عظيمة وهذا رقم هاتفي إن كان عندكم شيء من هذا القبيل في الأيام القادمة فأنا سعيد بهذا سبحان الله هذا الرجل ربما يكون تعليمه محدود لكنه وجد راحة كبيرة جدا وأجر عند الله عز وجل شكرا لكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور مسعود بن محمد القحطاني عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك عبد العزيز كنت ضيفا رائعا وحديث ماتع حول أثر التطوع في صقل شخصية الشاب شكرا لكم والله وعافية واشكركم في هذا البرنامج وهذه مساهمة إعلامية فاعلة بإذن الله عز وجل في تغطية مثل هذا الموضوع جزاكم الله خير شكرا لكم أنتم أيها المشاهدين إلى أن نلقاكم ورحمة الله وبركاته إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل نجباء ليحاور الجمهور في أحوالهم وليسأل العلماء عما شاء فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء من الأحوال